التركي في سلم الطاعة والإيمان أن يكون المسلم ثم بعد إسلامه مؤمن خاضع خاضع لله بالكلية وتلك هي العبادة ولذلك قالوا وأرجو أن تنتبهوا لهذا العبادة تقوم على ركنين وشرطين فنعندي أربع حاجاتهم نحفظهم مش عارف ده علامة بتدل على حاجة ولا بتعشى لو عاملها كده وحد فاين منها علامة ما يزعلش منها ما عرفش أنها علامة ولا حاجة أنا بقول للتعليم عندنا العبادة لها ركنين ولها شرطين الركنين أن الخضوع يكون مطلق مطلق منطلق من تعظيم الأمر لله يبقى ما عنديش تنييز بين أمر و أمر الله الآمر خلاص يبقى ينفذ فلأن الله عظيم فأمره عظيم صغير كبير أمر الله عظيم يبقى تلقى أوامر الله بالتعظيم يقينا مني بأن الآمر عظيم فمدام صدر الأمر من العظيم إذن أنا أعظم هذا الأمر نعم الأتنين الركن الثاني أن أقوم بهذا الأمر عن حب حب إزاي مولانا ده طالع من عيني ده الفلوس دي كان ممكن أخدها بفويد مش عارف إيه وبتاع إيه بس أنتوا بتقولوا ريبة ده طالع من عيني ده أنا شعري حلوة قوي ومش عارف إيه وشكل جميلة في الشعر بدون حجاب وبتاع طالع من عين إن أنا أتحجب إن أنا آآ آآ إن أنا أتحجب يبقى أخالف الهوى محبة لله ده العبادة تعظيمه أمر الله سواء كان أمر أو ناش أعظمه وأعظمه كمان وأعمله عن إيه مش بعمله وأنا متقدر يعني أنا آسف جدا هفترض أنه الوقت بيشتغل عند حد والحد إذا قال لي مش عارف إيه عمل ده حاضر جي تاني قال لي إيه عمل دي حاضر أنا شايف نفسي كده كفاي النهاردة كده عملت اللي عليها وكفاي رح جي اللي كمان إعمل دي فبقي تعمل وأنا متدايق جعل الربع إعمل دي أعمل دي أكتر جعل خمسة وأنا بقى بعملها وأنا هنفجر أوامر ربي لا ينبغي أن تكون أبدا بامتعاض لما أعملها أعملها عن حب إعمل دي الله يا رب أنت شرفتني وكرمتني وأدعوتني أن أكب بين يديك للصلاة أنت رب أكرمتني وقلت لي أن تكردوا الله أكردا حسنا يضعفه لكم فبتطلب مني الكرد وما أن المال مالك فأطلع وأنا محب كتب عليكم الصيام يا رب أنت عوزنا أصوم لك حاضر يا رب يبقى الإنسان فرحان وبيعمل الطاعة وده اللي بنحسه لما بنكون صدقين في الطاعة بنحسه لما ربنا بكرمنا كده بنصلي الفرض بنحسه لما ربنا بكرمنا بيعد اليوم وإحنا كنا على طاعة بنحسه وإحنا صايمين اليوم واليوم خلص وبنفطر الصائم فرحتان فيبقى المسلم بيعمل العبادة خاضع لله بالتزام بمحبة معادلة صعبة أنا عارف معادلة صعبة عشان كده ربنا لما تكلم عن الصلاة في صورة البقرة قالوا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها أي الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين وهيجي الوقت الخاشعين الخاضع لله اللي بحب ربنا وبيخاف منه بيحبه لأنه صاحب النعم والفضل لأنه أرحم الرحمين لأنه سترنا وإحنا كلنا معاصي ولو تبينتم ما تدفنتم لو كل حد فينا ظهر داخله وباطنه على الناس زي ما هو ظهر لربنا سبحانه وتعالى ما كنا استدفن ما كنا يعني قلنا إيه البلاو اللي فينا دي أو في ده فلان وفلان وفلان ما كنا استدفن تخيلوا فربنا سترنا كلنا كلنا بلا استثناء لأنه إحنا بشر وكله بني آدم خطاء لو أظهر الله خطيانا لفاحت رائحتنا الكريهة ما كانش حد يتعامل مع حد ولما نموت حتى ما نلاقيش حد يدفن إنما هو سطر الله فلأجل هذا نحن نحبه ستير غفور رحيم لطيف كريم كل الصفات العلدي وكل الأسماء الحسنة التي يعني سمي الله بها تجعلني أحب ربي سبحانه وتعالى منعم متفضل وما بكم من نعمة فمن الله حتى ما أراه أنا بلي من ألم والغير إنما جعله الله ليرفع به قدري أو يغفر به زلتي أو يسطر به عورة ما ده رحمة رحمة من ربين فلاقي دايما لساني بيلهج بالحمد لله وأفتكر على طول قول يعني ابتلاؤه رحمة إبتلاؤه ابتلاؤه رحمة أو الله العظيم رحمة بنا لنعرف نعمة الله علينا قد قيل واحد عايش سنين عديدة بيستمتع بسنانه بيأكل وبشرب وبيقطع دي وبيكسر دي وبيعمل مش عارف إيه لما يتألم شوية أم يعرف فضل ربي يا ده أنا عشت سنين عديدة عشرات السنين ما بتألمش يا رب ولما قال ألم لحظة مش قادر ماذا لو أن الله تركك والعياذ بالله من ساعة ما لدت كده بأسنان أنت تألم يعني تعيش إزاي كيف تاحية فكون بس يعني يشيل عننا الألم معظم الوقت اللهم يا رب يشيله عننا على طول اللهم أمين برحمتك فنعرف فضل ربنا علينا فنحب من جانب ونخاف من جانب آخر لأن الله تعالى الذي قال عن نفسه غافر الذنب وقابل التوب هو ذاته سبحانه وتعالى قال ذي الطول شديد العقاب فأخافه فيبقى عندي الخوف الذي يجعلني أنفذ أمر ربي سبحانه وتعالى وأقدر أمر ربي وعند المحبة أن الله تعالى لم يفرض علي شيئا إلا لمصلحتي ولم يمنعني من شيء إلا لأنه يضرني فهو لا تنفعه الطاعة بل الطاعة تعود علي بالنفع المادي والمعنوي ولا تضره المعصية بل المعصية تضر علي الضر سواء المد أو المعنوي طبعا ولذلك الإنسان يحقق هذه الركنين في العبادة في الأمر في تنفيذ الأمر بنفذ الأمر بحذفيره لي لأنه أمر ربي وعظم الأمر تعظيما لله وأحب الآمر الذي هو الله فأنا بنفذ بحب مش بنفذ ب يعني بامتعاض كده وزهاء لا ما يفعل الله بهذه الصلاة التي أؤديها وأنا يعني ممتعد وأنا زهقان يعني من البيئة ربي